السلام عليكم لبنات كديرين لبس عليكم مرحبا بكم عندي في القناة ليلة تيفي ان شاء الله اللي غادي نوجد معكم الحلوة اللي معروفة وديل زمان الحلوة ديال ريشبونت ان شاء الله غادي نشاركها معكم هذا النهار اللي درت فيها اربعات ديال البيضات عفونا نايفت ليها واحد لقشرة ديال البيض اه حيتها تستعملت فيها اربع ديال البيضات اللي كيكون مكاونة ديالها بساطة وخفافة ما كيش لي متى يعرفهاش اللي زوينا في نفس الوقت بنينا مهم هنا يضا البنات درت تربطها يذكر بعض البيضات صافي هنا يغادي نقال نضيف المكاونة في مرة غادي ندير زلافة ديال الزيت اللي غايكون عامر وغادي نضيف معاه زلافة ديال السكر حتى هو بالنفس العبار غايكون عامر من كما غادي تلاحظو بنفس زلافة اللي درت بها الزيت بها غادي ندير سكر ناياك نحاول انا ننخوي سكر درت ليها شوية لداخل ولكن استعملت ديكوة لكي نعلي استعملت زلافة ديال السكر انا يطح لي واحدة طريف ديال السكر ماشي جامد بس حنا مليمشي تنحي دوتي سحابني جامد واغي داير ومحي يتوكب المعلقة انتوما كما غادي تلاحظو درت زلافة عامرة ديال السكر يعني زلافة زيت زلافة السكر غادي ندير القشرة ديال الحامض الحامضة كاملة البنات اللي غادي نحكها مزيان لما غاديش نخليها فيها القشور نهائيا ودك الحامض ارا غادي نحتفظ به جانبا ارا ما زل غادي نحتاجو ان شاء الله في الاخير بنسبة القشور ديال الحامض راه ضروري ما يدار فهد الحلوة ديال ريش بونت باش كيعطينا النكهة ديال الحامض زوينة فهد الحلوة ديال ريش بونت هذا هو السر ديال الحلوة ديال ريش بونت هو انه يكون في ديك البنات ديال الحامض والحامضة كيما قلت لكم غادي نحتفظو بيها حيث في الاخير اكيد راه غادي نحتاج واحدة هي فتزين لي غادي يكون هذا السر اكيد راه نشاركها معكم في الفتالي ديال الفيديو في التزين ان شاء الله ديال الحلوة. هنا هي غادي نطرب مزيان هاد الخليط ليدت. غادي نبقى نضيف الطحين على حسب الخليط. را نضيف بشوية بشوية. اكيد ما كان نغرب له. اه وخا هو مغرب لما نقبل عاد كان نوجده انا في الطاصة. ولكن ملي كان نجي كان ندير شي شي حاجة اكيد ما كان نغرب لها مرة تانية. مهم. هنا هي غادي نبقى نخلطها مزيان بعد الطريقة. ضروري ملي كان نجمعه شوية الخليط ما كان نكمله بدينا حيث ما كيمكن لنا ما تيمكنش لنا انا نكمله بالخلط اليدوي. هنا هي البنات في بلاسة يعني في مرحلة فينا غادي نكون وغادي نحطو الطحين. ديك ساعة غادي ندير اربعة ديال الصشيات ديال الخمارة ديال سبعة جرام. ديك ساعة يعني الزى البنات اه ضروري مع الطحين ما كان ديروش انا مع مع الزيت ولا مع هيدا. ضروري حتى كندير طحين هات كان ينضيف ديك الخمارة. ديبا غادي نبقى نجمع الخليط ديالي بشوية بشوية نجمع العجين حتى يتجمع لنا مزيان. اه كيمية ديال طحين البنات ما عندوش العبار محدد حتى لاحسنها بالنوعية ديال الطحين ديالك. انتي غيرت شوفوا العجينة انها تجمعات. النور العجين ما كي يسقش ليك في اليد ديالك. غا تعرفي انها صفيل العجين ديالك رهاء وجدات. عندما غادي تلاحظون ما غاديش نقطع الفيديو. غادي نستمر بحلاكة حتى غادي تجمع ليا للعجين ديالي. كما كاتلاحظوا هو العجين ديالي تجمع ليا وبقاش تيلسق ليه في اليد. ما يماشي انكم تبقوا ديالو طحين حتى يقول لكم القاسح لا غير تجمع لكم العجين. ما بقاش تغير يلسق في اليد دي. صافي غادي تعرفوا ان هذيك العجين ديالكم واجد. ده بغادي نوجد الصينية ديال الفران اللي لديت تعليه الورق الزبدة اللي ديجا مستعمل يعني ما زال فيه ما يتستعمل. انا ما كنضيعش الورق الزبدة كان دير بيت تاني تالت مرة عاديك ساعة كنحيدة وكان نبدل الورق. ده بغادي نستمر بات طريقة غادي ندير الكوائرات صغار الحجم كي مشتوفو في الول. حيث كيتنفخو رافيه اربعة ديال الخمارات. را كنديرو مكوائرات صغار البنات. بلي كيتنفخو را كتولي الحجم ديالها كبيرة. ده بمني غادي طيب كدرها غادي تشوفو الحجم كيفاش ولا. اللي هنا يا لبنتك المقادر اللي درت اه خرج ليا ثلاثة دسواني انص. هاتم الحجم كيفاش ولا راه ما شاء الله. لا بأس به. ما كبير بزاف. ما ما بقى صغير. مهم غاديك الكوائر تبقوا تديروهم صغار بزاف. هنا يا بنسبال الطياب اه هداوات الطياب دياله مخصوش يكون محمر. مخصوش يكون باقي يكون بيض. بيض. الى كان محمره كدينة ديك انه بحالة تحرق. انا ما بغيراش نخليوه انه يتحمر لنا بزاف. صاف هنا هي السينية اللولة وجدات. واحتى السينية التانية ان شاء الله رغضي نعمرها. اه هادي السينية التان. اه تلتة عفونا البنت حي تدرت ليا ثلاثة دسواني انص. ديال المقدار ديال هاد العجين اللي درت معكم اللي كتخرجوا الكيمية اللي لا بأس بها. لزوينة. وكتبقى يعني كتحتفظوا بها في تلاجة ديالكم. واحدة من نقطة البنت كما ذكرت تلاجة. ضروري من الحلوى ديال كوكو. ضروري ما يدار في تلاجة باش ما كيضعش ليكم حيط رافيه الكوفي تيل في التزين والكاكاو. حيطي لبقى برا تلاجة. وخا تقولوا المشتاء راح كتكون فيه ديال البنات ديال الغمولية. وخا انا كندير كيمية كبيرة ولكن كنديرهم في الطاصة. الطاصة اه كنديرها الفوق في في التلاجة العادية. الطاصة اخرى كنديرها في المجمد اللي كتبقى امانة البنات غير كندير طاصة اللي كنغطيها. كندير عليه السلوفان زيان. وكان خليه فريقه حتى نهار اللي كانحتاجه بحال يلا طيبته. اه هذا ما كان مهمة البنات هادي السينية التالتة اللي غادي نعمر. وغادي تبقى ليا نص اخر حتى نجبت السينية عاد ندير داك نص سينية. كما قلت لكم كتخرج للينا الكيمية اللي لا بأس بها لزوينا اللي عمرت بهم انا جوج تواصي كما قلت لكم. اه يعني الكيمية ارى ما شاء الله. شوفوا الحاجمة البنات كيفها جدرت ركن دي الكويرات صغار. اراه كيتنفخ وكيرجع للينا حبة في كبيرة ما شاء الله. مهم ها هنا يا راني كملت اغادي نديرو في الفران. باش غادي نكمل داك نص اللي باقي. وغادي نمشي ونستمرو في التزيين. صافي بعد ما طاب لي اه جميع الحلوة ديالي اللي موجدات دفا غادي نجي ندير التزيين ان شاء الله. ليستعملت اه القرعة ديال الكوفيتير ديال المشماش اللي كتكون جارية. راه فيه القاسحة وفيه الجاري يعني الجاري ضروري من الجاري في هذه الحلوة ديال. مهم القرعة كاملة اخويتها. وغادي نضيف معاه ديك الحامضة اللي كنت قلت لكم غادي نخليوها في تاليقع. غادي نعصر ديك الحامضة كاملة يعني ماشي غير نص. هنا في الفيديو غايب عليكم ان انا عصرت غير نص ولكن بنا ديال الحامضة ديالبنات هو السير في هذه الحلوة ديال ريش بونت. يعني انا ما كترتو في النكهة ايلا عدتكم اه عفوان ايلا عدتكم ديك الطاصة الصغيرة ديال النكهة ديال الحامض ديروا منها واحد القطية منها باش غادي قولينا الحلوة فيه الحامض اه اه من دكش. مهمنا يا عصرت معكم نص حامضة ولكن راه ملي وقفت الفيديو وقلت بلاتي علش لي ما نزيش نص اخر باش ما ما يدعش في نفس الوقت ووردو البنات اللي عظم ديال الحامض اه هنا يملي غادي نصروا ارا غادي نحيدلي هيديك للعظومة باش ما يخرجلي نشمر بطابعة الحال نقيتو كامل ذاك العظومة اللي طاحوا منها عادي لكن ممكن تتعصرهم في شي كاس ولا بشي حاجاتيك ساعة باش غادي تخويو ذاك غير تخويو ذاك العاصير مع الكوفيتير وغادي يعني يكون لكم ذاك العظم باراه بوحدو. انا يدرتو شوية في البوطة عادي نحركو شوية مزيان باش ينسج من ياتك الحامض مع الكوفيتير وفي نفس الوقتة ديجينا شوية جاري يعني ما كيكونش كيكون جاري هو في القراءة حقا ولكن بلي كنزيدو هكا شوية للبوطة كيزيد كيكون لنا جاري اكتر باش كتسهل علينا العملية بلي كنغطسو فيها الحلوة ديال ريشبوت باش نديرو عليه الكوك كي ما كتلاحظو غير شوية يعني غير شوية وغادي نحيدها من البوطة بعد ما وجدت داك الكوفيتير مع الحامض على البوطة صاف هنا يا را غادي نوجد كل شي على سطح المطبخ اللي غادي نوجد ديك زلافة الصغيرة غادي ندير عليه الكوك بنسبة للكوك البنات واحد نصيحة غادي نقول لكم ما تبقاش تخويوا الكوك في مرة حيات مع الكوفيتير وها دارة كيضي علينا غادي تديرو بشوية بشوية باش ديك الحلوات كوك غادي تجي في المنظر زوين كيكون في الحاجم ديالو زوينة حياتي لادرنا الكوك بكيميا كبيرة في الزلافة أو في طبصة اللي غادي تستعمليه ديال الكوك إلا استعملت كيميا كبيرة مع احنا كنحيدو الحلوة ديال ريشبونت من الكسرونة وكنحطوها في الكوك كيضيع لي ندك الكوك يعني مع القطرات ديال كوفيتير كيضيع من احسن تبقى وديرو الكوك بشوية بشوية فوق ماك يقرب انه بحالي غادي فيه الكوفيتير كنحاول نزيد عليه الكوك عاود من جديد يعني غادي تبقى تستعملو بشوية بشوية صافي غادي نستمر بها طريقة ليحاولوا انكم ليه تبقى وتحيدو الحلوة ديال كوم من الكوفيتير تقطروها شوية باش ما تزوش كوفيتير بالحجم كبير لي غادي ديال كوم الكوك غادي نستمر بها طريقة هادة اللي غادي نوجد حديها جوج تواصي اللي غادي نعمر فيهم الحلوة ديالي طغ باوما bias هي موجدها غادي نستمر بها طريقة غير ندير الكوك غادي نحطها في طاسة يعني ما غاديش نحطى طبصل ولا شي حاجة اللي انا غادي نحطها دابا يعني هادة فقط وجتها معاكم قلت غادي نوجدها نحتوه يعني نحطى طبيان المرغين بخرى نبقى نجبد منه بشوية بشوية كما قلت لكم ديراجوش تواصي تصلوا لها غادي نديرها قريبة غير في الثلاجة العادية والطاسة الثانية اللي غادي نحتفظ فيها في الفريقو حتى نهار اللي بغيه راك نجبدو راك يبقى امانة البنات جربوها انا بتحمل حاجة كان وجدها من الحلوة من من الحريشات المسمنات اكيد راك نحتفظ عليها من الفريقو ان شاء الله شنهار اكيد راك نوجد معكم اا شي فيديو اللي غا يكون فيه جميل الحوايج دي كان نحتفظ فيها في الفريقو ديالي باش يلا بغيت حتى انتم ما تطبقوها اراه منك يكون جاي عندكم مثلا شي واحد دا باجبتلكم موضوع اخر كان في الحلوة دي الرشبوند مثلا كي جاي عندكم شي واحد يكون عندكم كل شي واحد في الفريقو ما كتحاشموش ما تقولوش ما عندي ما نحاول توادارها كتوقع ولكن هاد النقطة دي البنات ضروري اي حاجة درتوها تبقى وتخبعوش فيها في الفريقو ربما يجي عندك شي حيد ربما يجي عندك الضيف في الغفلة ومش حال من حاجة راه كتوقع لنا هاد لبنان يعني مش يحتاج عندنا شي واحد عاد نوقف في الكوزينة وما كان يقلس لنا مع الضيف وهذا يعني هادي غير نقطة يلا بغيتو تديروها غي فكرة انكم يلا بغيتو تديروها تديروها فقط يعني غير شاركتها معاكم هادا كنديرها احت انا بعض المرات من كان وجدك شي حاجة لكتكون زوينة زعمة وكنخلي شويها كالضار اللي كانستعملها يعني حتى كتسالة ولكن واحد طاصة اكيد ما كان خبعها في فريقو كان قربة ما يجي شي حيد ولكن الى كان ذيك الحاجة عاوضها دي طول واحد المدة اللي كانج بدها يعني ما كان خليهاش واحد المدة كتيرا يعني شوية كسافي كانولي ندير حاجة اخرى حاود شوية كان خليها لطارها كالوليدات وشوية حاود كان نخبعوها كفريقو الى جا شي حيد هادي غير نقطة الى بغيتو تديروها فكرة اكيد راشي نهار غادي نديرها معاكم ذاك شي اللي غادي تبقى لأسبوح تلعشر ايام جاش يحد مرحبا ما جاش صافي كانولي نستعمل لوليدات كان دير حاجة اخرى ان شاء الله مهمة البنات غادي نستمر بالتزين بهات طريقة حتى غادي نسالي هانتم هنا يراني عمرت جوج تواصي ما شاء الله تصلوا لعمرات الطاصة التانية نيمة عمراش بزيزاف مهم وحده فيهم انا غادي نخليها كما كتلكم لوليدات وحده غادي نحتفظ بيها هادي هي الطريقة ديالي في الحلوة ديال ريشبونت لك ديال زوينة ورائعة والحلوة ديال زمان البنات لهذا ديال للبهلة اللي ان شاء الله ما زال غادي نشارك معكم لحلوة ديال البهلة اللي زوينة وخفيفة لما فيش المقادير بزاف راها غادي نشاركها معكم حتى هي في اقرب وقت ان شاء الله وحتى هي را كنحطفط بيها اه في الفريقو ديالي اللي كتبقى امانة مهمة يا راني قربت نسالي البنات كما كتلاحظوا وهذه هي الطريقة ديالي في الحلوة ديال ريشبونت اه لحاجة ديال زمان البنات اللي ما كان استغنوش عليه لكل مرة كانت ديروها وكانت بقوها يعني ماشي ضروري انا تكون عندكم شي حلوة لمتنوع اللي فيه اللوز اللي فيه هدا وهذا للحاجة عادية غيط حلو السكوار انتم ما تدرتول الحلوة اللوليدات ومنك تنوعو الطبيعة ديالكم في القوتي او في الفطور علاش الله وهذا ما كان مهم غادي نقول لكم هدا هو الفيديو ديال هضو النهار الى عجبكم فيديو اكيد ما تبخلوش عليها بلايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم باش تواصلو بكل جديد ان شاء الله اللي غادي نتلاقو ان شاء الله في فيديو جاي انتم كما كتلاحظو البنات هاتتصار معها مراش بزاف يعني المهم لا بأس بيبقى لي هو لو يتعمر اما هاترها معمر لي بزاف لكما كتلاحظو الكوك بقاتلني في النفس الحاجم مهم راني طورت لكم بالهضراء لدبالي غادي نغطي الحليوات ديالي غادي نخليهم ابطر غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة الى عجبكم فيديو ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم وباش تواصلو بكل جديد اكيد ما تديرو ديك تفعيل الجرس باش لاي فيديو حتيتو اكيد رادي تواصلو به واني يقول لكم طلووا ليا فروسكم مع السلامة